لموضوع وزارة العدل او موضوع التعديل الحكومي ان يا جماعة احنا لما بنيجي نتكلم وانا يعني سعيدني بتكلم ده في اول حلقات على هوا ماصر انه فكرة احنا ليه بنطالب بقانون ينظم الصحافة والاعلام لعشان ما يبقاش حد يتهم هذا الاعلام بالفوضى هذا اولا من ناحية التانية احنا كمان بنطالب بقانون اتاحة المعلومات ليه ما ينفعش انك ما تقوليش انت ممكن يعني ممكن على الاقل على الاقل يكون دور المتحدث الرسمي للحكومة ان يعلن الحقائق لكن حتى المتحدث الرسمي للحكومة السفير حسام القويش عمل هو كمان حاجة تانية ده كما لو كان انهو بيتكهن زينا طلع وقال والله يا جماعة ده ما فيش اي تعديلات حكومية وكل اللي بتقال ده مجرد تكهنات ده ياريت تعرضوني الخبر ده ده لم يمر على تصريح حسام القويش عدة ساعات الا وطلع انه فيه تغيير حكومي وانه الحكومة انه رئيس الوزراء فعلا اتفق على الاسباء وتم الاعلان عن موعد للقسم او دلوقتي بنتكلم على انه اداء القسم هيكون خلال اليومين الجيد ده طبعا المتحدث باسمه مجلس الوزراء بينفي فكرة اي تعديل في حين ان التعديل من المفترض يكون بكرة او بعده القسم يا بكرة او بعده في موضوع الحكومة فاذا لم تستطع الحكومة توفير المعلومات للصحافة هتواجه بالتكاهنات احنا بنتكلم دلوقتي عن تكاهنات عادية صغيرة دول 8 دول 11 لا هيغيروا التربية والتعليم لا هيغيروا العدل لا هيغيروا الاعلام لا هيجيبوا الاعلام تاني لا ده هيغيروا التعليم العالي لا ده مش هيشيلوا بس وزير الاستثمار لا ده هيغيروا مجموعة الاقتصادية بالكامل ايه التمن اللي الحكومة بتدفعه بغياب هذه المعلومات وعدم وضوح الرؤية بتدفع ان كل الوزراء بتوها بيتوتروا ان كل اللي رايح يقابل وزير وعشان يخلص معه ورق بيتردد يقول نستنى لما نشوف التعديل الشكله ايه فالنهاردة لو ما طلعش كلام واضح وصريح انه يا جماعة مثلا احنا التعديل ده هيبقى خلال شهر ونص 15 يوم 25 يوم وبالتالي الناس تبقى فاهمة ان اولها ايه واخرها ايه وبعدين النهاردة لما انت تيجي تتكلم في تعديل انت ما بتتكلمش في تعديل سري انت بتتكلم في تعديل حتمي لان انت هتروح البرلمان بنفس الحكومة ولا بتسمية حكومة جديدة لازم هتروح بتسمية حكومة جديدة تاخد السقة من البرلمان فانا مش هقادر افهم متحدثين الرسميين اللي في مجلس الوزر وفي كل الوزرات ايه دورهم انت النهاردة انت بتخبي ايه وبعدين ليه شغال على قديمه يعني ليه الحكومة شغالة على قديمه قالوا ان التكتم ينفع اصد التكتم مهم تكتم ايه اذا كان انت لما بتقابل حد الناس بتعرف وبعدين بتقابل مستشار يقولك هيبقى وزير عدل هتقابل مهندس يقولك هيبقى وزير اسكان هتقابل واحد اقتصادي يقولك هيجيبه للاستثمار وفي النهاء لانت عارف توقف ده في الصحافة ولانت عارف تعلن رؤية واضحة من عندك تقول بيها والله يا جماعة لا ادنا مش هقاب دلوقتي ده التغيير هيبقى واحد اتنين تلاتة او على مراحل شكلها ازاي هنا مشكلة ضخمة جدا ترجمة نانسي قنقر